سأل الدكتور فيك إن نشوف قاله إيه مين اللي بيضع اللي يقرع الموجهة اللي هي بتبقى أشخاص ثلاث أربع أشخاص هم اللي بيقولوا دي يلعب مع ده هم بتبقى لجنة المسابقات والسكرتير العام يعني هم اللي بيحطوا الأدوار الأولى التمهيدية في البطولة لجنة المسابقات ما أكد علي أنتها بتقول دي لجنة المسابقات اللي هي بتحط هذه القرعة بنظامها برضو مش لا تدخل ما هو أنت على الرأيك العادي جاملني يخلي الفاينال عندي مش يخليه لدور الاتنين وتلاتين والأربعة وستين هم بس مراد فاهمي وابنه مصطفى فاهمي وبعد كده عمر الله رحمه هو مين اللي بيختار كوادر الكاف مين اللي حطت اللي جنة دي اللي بتقولك كلها لجنة أهلوية برضو سألوا الدكتور فيكت الزمال كاوي نشوف من يأتي بالكوادر يعني من يعني من منتعة صراحة مثلا كابتن شطى شخصية محترمة كالعيب كورا مين اللي بيقب مثلا عمر شهين برضو رجل أهلاوي عمر الله يرحمه ابن دكتور مصطفى مراد فاهمي أتى يعني من يأتي بالكوادر بس أنا أقولك أنا دخل أنا عملت انترفيو معي سحياته هو اللي اختارني ولغاية ما نجيت كان هو اللي بيختار الناس عشان أبقى صريحة بعد ما نجيت بعد ما نجيت في الأواخر بعد ما عدت تقريبا عشر سنين أنا اللي كنت بعمل انترفيوهات أنا اللي يعني أيوة كان في حدي برشح لك أكيد يعني يقولك شوف ده شوف ده شوف مثلا كنت بقابل ناس كتيرة جدا وبعمل لهم انترفيو بقول ده يعني أعتقد والله العظيم ثلاثة كل واحد سمع الدكتور فيكن بيقول الجلء الجملة دية لما يقول لفظ أنا يتهم بيه شرفاء فاضل كبار في الكاف زي المهندس من الصفى فاهمي وغيره بأنهم ما بيجاملوا ومعرفش إيه يستحي شوية الرجل بقول لهم أنا انت جايب واحد زملكاوي يزمد حقيقة للزمالك فالرجل قال لهم أنا اللي بختار أنا اللي بعمل انترفيوه يوم يقولوا إيه لا لا بس كان بيقولك في توصية يعني لناس كتير هي انت عايز تزرع بزرة الشك مش أكتر من كده مش عايز توصل للحقيقة اي فيه أكتر من شاهدة شاهدوا من أهلها لا ده انت جايبه ده انت جايبه علشان يمسك لك البلوة السودة اللي انت بتتهم بيها الأهلي فتلاقي الراجل ردوده بهذا الشكل بس مصطفى فاهمي بيسكن الأهلوية كلهم قال له أنا اللي بعمل انترفيوه بس مصطفى فاهم اللي حط قال له أنا اللي كنت بس كالاجلة الاعلامية بس كابتن شطة كان قال له شطة جاي الفين وثلاثة بس مصطفى فاهم اللي بيختار بس القرعة اللي غير متشافة لا لا بس المعيير في أهلو الفين واروة في اربعة وتسعيين في اربعة وتسعيين والقرعة اللي غير متشافة بس مصطفى فاهم اللي بيحط مرايات الأدوار اللي مش متشافة فتبع الحقيقة اللي محدش عايز ياخد باله منها في يوم انه مصطفى فاهم يا الله يديله الصحة وطولة العمر الراجل راح الفين وعشرة سابل اتحاد الافريقي سابل كاف وراحل فيفا فانتوا متخيلين انه مصطفى فاهم سابل كاف في الفين وعشرة لو كان جامل الاهلي مع لجنة المسابقات من الفين وخمسة لالفين وعشرة في الأدوار اللي تعباكي اوها كابتن خالد بتاعت قبل دور المجموعات دي اللي اكن الاهلي يفر معاه يلعب جنرازيون ده ولا كانوا سبرت فين هل انت متخيل انه مين اللي جامل الاهلي من الفين وحداشر لالفين وستاشر انت مسكت المسكة وقلت الاهلي لغاية الفين وستاشر بيلعب مباراة العودة قبل دور المجموعات برا الارض لغاية كام الفين وستاشر سبعة عشر لغاية سبعة عشر طب من صباح فاهم الراجل المتهم التاريخي العظيم ده مشي من الاتحاد الافريقي سابق اللي قره كلها وراحل فيفا في الفين وعشرة السبع سنين دور مين اللي بيجامل الاهلي انتم متخيل انه في حرصة على تشويه الحقائق والدحك على الدؤون اكتر من كده ايه فيلم مجامل انك تحطيني في دور ربعة وتسعين مع فرع بتتغلب ستة وسبعة وثمانية وتسعة في العودة هنا ايه ايه الميزة كده حطيني في الفينال مثلا وحتى كده ده الراجل سبع سنين وهو في الفيفا وانت معتبر انه هو حطت الفكرة في دماغه وبتاعت ادوار مش متشافة قبل دور المجموعات بس ده كله كوم وفكرة الخيانة الوطنية العظمة مصيبة تانية بعد اشتركوا في القناة